تزامناً مع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية في لبنان وسعت إسرائيل من دائرة قصفها على مختلف المناطق اللبنانية فيما أعاد حزب الله تفعيل معادلة قصف العمق الإسرائيلي مقابل قصف العمق اللبناني رغم عدم تكافؤ القدرات العسكرية بين الطرفين في خطوة تنذر بمرحلة تصعيدية جديدة الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف عبر غارات جوية 12 مقراً عسكرياً لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية موضحاً أن من بين المقرات وحدة الصواريخ البحرية والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران مروراً بسوريا إلى لبنان على حد قوله كما أضاف الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرين صاروخاً أطلق من لبنان باتجاه الجليل الغربي مشيراً إلى أنه تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها الآخر بمناطق مفتوحة من جهته أعلن حزب الله تنفيذه 51 عملية تنوعت بين تصد لمحاولات توغل الجيش الإسرائيلي واستهداف لمواقع وقواعد انتشاره في الجنوب إضافة إلى استهداف عدة مواقع وأهداف في العمق الإسرائيلي إلى ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض عدة مناطق في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية من بينها قضاء صور وبلدات يحمر أشقيف والجبل الأحمر وأرنوان وكفر تبنيت أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بالأماكن المستهدفة يأتي ذلك فيما يخوض الطرفان مواجهات برية عنيفة في القطاع الشرقي عند محور بلدة الخيام جنوب لبنان إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محور شمع طير حرفة في القطاع الغربي